أظهر مقطع وفيديو قصير انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسنا فلسطينيا تحدى أحد جنود الاحتلال خلال محاولته مصادرة العالم الفلسطيني أثناء وقفة في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية جاء ذلك خلال وقفة وفعالية وطنية لرفع الأعلام الفلسطينية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الأهالي في البلدة ومسيرات المستوطنين الفيديو ومدته دقيقة واحدة أظهر الحاج خيري حنون وهو يتحدى جندي الاحتلال محاولا الحفاظ على العالم مرفوعا في يده الفيديو لا يمجن الروح بضواني إلا نغضي العالم ينضم لنا عبر أقمار الاصطناعية من طول كارم الحج خيري حنون صاحب هذا الفيديو أو بطل هذا الفيديو أهلا بك معنا حج خيري ولو تروي لنا في البداية بالتفاصيل ما الذي حدث السلام عليكم طبعا بداية نترحم على شهداء فلسطين على شهداء جنين على شهداء هذا الوطن بداية طبعا إحنا في عنا كل يوم جمعة طبعا نشاطات في عدة مناطق في بيتها في كفر كدوم في مسافة رياطة في بيت دجن في كل هذه المناطق إحنا يوميتها كنا متوجهين لنشاط على في بيتها أتواجهنا في الطريق أن هناك المستوطنين في حوارة موجودين ويحاولوا أنهم ينتزعوا العلم أي سيارة ماركة عليها علم أنهم يأخذوا من السيارة أو يوقفوا أو يستفزوا الناس اللي موجودين في الطريق ويفرضوا حالة رعب وحالة سيطرة على هذه المنطقة طبعا أنا من حد ما شفت اللي هو كان في مستوطن بيهدد في شاب وحامل مسدس وبدو ينزل الشاب من السيارة أنا طوالي انزلت من السيارة اللي كنت أنا متنقل فيها وأقتربت من المستوطن وقلت له شو اللي بدك يا ولا قال هذا العلم قلت له ولك أنت بدك العلم مني ولك يا مجرم يا ابن المجرم أنا أنطيك علمي وكان المستوطن أبعد وأختفى بين السيارات كملنا طبعا المشوار المشوار أنه الجيش واكف مع المستوطنين وبيحاولوا أنه ينتزعوا أي علم يشوفوه مرفوع أنا بكيت متمسك بالعلم في زميل إلي كان حامل علم الجندي أختطف العلم منه إحنا طبعا لا يمكن أنه نقبل في هاي السياسي أنه ينتزع علم السيادي علم وطني علم حريتي أدفي أنه ينتزع من يدنا فطبعا دشع علينا الجنود وإحنا دشعنا على الجنود على أساس أنه العلم لا يمكن أنه يدنس ولا يمكن أنه يبكى بيدهم بين العلم وصارت المشادة وصار طبعا علمك اللي هو الجيش بيبلش بضرب كنابل صوت بيبلش بضرب غاز بيبلش برش غاز الفلفل عن قرب طبعا وهاي الجرائم إلا أنه إحنا بكينا مصرين على اللي هو أنه نأخذ العلم من الضابط هذا والجندي اللي أخذوا العلم عن المعركة طبعا وأنتهت طبعا لأنه كنا رايحين نكمل المسيرة في بيته هاي طبعا اللي هو تقريبا المختصر لكن أنا يعني حابب أوضح صورة لا المواطن الفلسطيني لا أحرار العالم أنه أصبح هذا الاحتلال في نهايات أنه يعني بأفكار الشيطانية بأفكار اللهوتي بأفكار اللي بيعتبرها المدينين أنه هاي أصبحت هي دولتهم وأنه بدهم يرسوا عليها كل سلطتهم وكل سيادتهم حتى العلم الفلسطيني بدهم ينتزعوا من هذه الأرض هذه الوقفات لكم تتكرر كثيرا تقفون وترفعون الأعلام الفلسطينية وربما يحدث معكم نفس الذي حدث معك في هذه المرة هل لديكم تفسير لمجرد رفع العالم الفلسطيني يحدث معكم ما حدث أنا قلت لك يعني التفسير أنه أصبحوا هم بدهم يرسوا يعني هاي الأفكار الشيطانية اللي عندهم أنه هاي الأرض أصبحت هي أرضهم وأصبحوا أنهم هم فارضين سيادتهم على هذه الأرض وأي شيء مخالف لسياستهم مخالف لأفكارهم اللاهوتية مخالف لشيطانيتهم اللي موجودة في روسهم إنه بدهم يزلوه هاي أصبحت تحدي أصبحت استمرارية أصبحت كل إحنا طبعا في نشاط دائم إحنا مكاومة شعبية إحنا دائمين العمل حتى إنه إنهاء هذا الاحتلال وإنهاء استيطانه من أرضنا إحنا لم نتوقف عند حد حتى يزول هذا الاحتلال من أرضنا حتى يبتعد دنسوا من مكدساتنا نحن مستمرين ولن نقبل أن يفرض هذه السيطرة وراء هذه الهيمنة رغم ترسانته من السلاح التي يحاول أن يرعبنا بها لكن إحنا إرادتنا أقوى من كل ترسانته أنت بيّن عندك المنظر إنه إحنا لم يرهبنا لم يرهبنا ولو إنه فعلا هو قادر إنه يرهبنا ما جابش هاي الأسلحة معاه جاب هاي الأسلحة وحامل هاي الأسلحة لأنه هو اللي خايف مش إحنا اللي خايفين إحنا بصدورنا العارية لكن بإرادتنا بعزيمتنا بتمسكنا بحقنا إنه لا يمكن إنك ترهبنا أيها الاحتلال الاحتلال يحتلال ليه لك زايل يحتلال أنت نحن الحق وإنت الباطل ولجل الوطن بنا نقاتل الحج خيري حنون هاي اللي هي الصورة شكرا جزيلا كنت معنا مباشرة من طول كرم شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك